رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي وسأحارب الفقر الذي يذل عبادك المخلصين والظلم الذي فتن عبيدك الأولين وسأجاهد ما حييت المشركين فسخر الله سبحانه وتعالى له الريح تجري بأمره حيث شاء وسخر له الجن والشياطين يعملون له ما يريد فقال عليه الصلاة والسلام رب بما أنعمت علي وعلى والدي سأهب نفسي طاعتك والجهاد في سبيلك فوفقني إلى طريقك المستقيم فعند ذلك سمع سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام الملائكة عليهم السلام تقول آمين فسجد لله القوي العزيز وحرص سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام ألا يفتنه الشيطان بالملك الذي وهبه الله له ولم يهبه لأحد من قبله ولا لأحد من بعده فعاش بن إسرائيل في نعيم ما رأوا مثيله في غابر الأيام والأزمان فكان قصر سليمان عليه السلام من أروع القصور وتحت القصر خزائن الملك في جوف الأرض يهبطون إليها في سراديب ممتدة وفي نهايتها أبواب ضخمة وقف على كل منها ماردان من عفاري تلجان فكانت الشياطين تخرج كل يوم إلى الجبال بعضهم ينبشونها ويستخرجون دفائنها من الذهب والماس وآخرون يغوصون في البحار يصيدون حبات اللؤلؤ والمرجان ويعود هؤلاء وهؤلاء في المساء فيضعون ما جمعوا في خزائن سليمان عليه الصلاة والسلام ثم يغلقون أبواب الخزائن ويقف لحراستها ماردان من أشراف الجان لا تغمض لهما عين فكانوا يخرجون في كل يوم ويعودون حتى امتلأت خزائن الأرض بالكنوز التي لا يجرؤ على الاقتراب منها إنس ولا جان وكان سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام يعاقب من يخالفه من الشياطين عقابا صارما فيحبسه في قارورة من زجاج فلا يستطيع الفرار منها طول حياته وفي يوم جئ له بأحد الشياطين مقيدا بالأغلال فسأل الشياطين عن ذنبه فقيل لهم إنه قد أضاع لؤلؤة كبيرة خرج بها من البحر ولم يودعها في خزائن الملك فقال سيدنا سليمان أين خبأتها أيها العفريت فقال الشيطان لقد غصت مع الغائصين وخرجت بلؤلؤة في حجم رأس الإنسان ما رأى أحد مثلها في جمالها وروعة بريقها وظننت أنني بهذه اللؤلؤة سأحظى برضاك عني طول حياتي ولكنني عند العودة فوجئت بمارد جبار قد انقض علي من السماء وخطفها مني ثم انطلق في الجو نحو الجنوب واختفى بين طيات السحاب فما استطعت اللحاق به فقال سليمان عليه الصلاة والسلام إذا كان حقا ما تقول فإني سأعرض عليك الجن لتخرجه من بينهم قال الشيطان لو كان هذا الجني من مملكتك لما استطاع أن يفر مني ولكنه جني من نوع آخر يعيش في مملكة أخرى فعندئذ أمر سيدنا سليمان بسجنه وحبسه حتى يرى مبلغ صدقه ودعى وزيره آصف وكان وزيرا حكيما وعالما فرأى الوزير أن الجني صادق فيما يقوله فقال يا نبي الله إن الشياطين لا تهتم بجمع لآلئ بنفسها ولا بد أنها مسخرة لملك من الإنس ولقد ساق الله إليك هذا الحادث ليذكرك بما أخذته على نفسك وهو الجهاد في سبيل الله بما وهب لك من القوة فشغلك جمع النفائس عن الوفاء بوعدك وأرى أن تجد في البحث ورأى هذا المارد حتى تهتدي إلى الملك الذي أرسله وربما وجدته من المجوس الذين يتخذون لهم أربابا من دون الله عز وجل فأمر سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام بإطلاق صراح الجني الذي أضاع اللؤلؤة ومكث بعد ذلك ساعة مطرقا يفكر في كلام وزيره ثم ذهب إلى محرابه في بيت المقدس حتى منتصف الليلة وفي الصباح أمر أن يتهيأ الجيش للزحف نحو الجنوب فخرج نبي الله عليه الصلاة والسلام على صهوة جواد أشهب وعن يمينه فرسان الإنس على خيول حمر وعن يساره فرسان الجن على خيول سود وخلفه المشات الذين لا يحصى عددهم من الإنس ومردة الجن وانتشرت الطيور جماعات في السماء تحجب أشعة الشمس عن هذا الجيش العظيم الذي لم يرى الناس مثله حتى أشرف على واد النمل فقالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فأحس نبي الله بالمعجزة التي أنعم الله بها عليه وأمر شياطين الجن بحفر الآبار وإخراج الماء من باطن الأرض فحفروا الآبار ولكنهم لم يجدوا ماء فقيل يا نبي الله إن الهدهد هو الذي يعرف أماكن الماء في طبقات الأرض وهو الذي يستطيع أن يخبرنا عن ماء قريب فقال سيدنا سليمان لحاجبه ائتني بالهدهد فقال الحاجب له الهدهد ليس موجودا يا نبي الله فغضب سليمان عليه السلام وخرج يتفقد الطير ولم يجد الهدهد فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين فقال الغراب لقد رأيته ينطلق نحو الجنوب في صحبة هدهد آخر من طيور هذه الأرض فقال سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين فقال له وزيره آصف هذه أول مخالفة تصدر من طير ضعيف يا نبي الله كان مثالا للطاعة والولاء ولا بد أن في الأمر سر وأخشى أن نكون قد اقتربنا من وادلتان واستعملت أبالستهم السحر والخداع فأضلتنا عن مكان الماء وأسرت الهدهد حتى لا يكتشف لنا ينابيع وقد أخبرني أحد الشياطين أنه سمع في جوف الجبل عزيف الجن وحاول أن يتفقد أثرهم فما عرف طريقهم ولا مكانهم وأخاف من أن نكون قد وقعنا في أسر مارد جبار من شياطين الجن فتبسم سيدنا سليمان ضاحكا وانطلق الهدهدان حتى أتى يا واديا به زرع نظير وقصور فخمة فوق ربوة عالية فدهش هدهد نبي الله بما رأى فقال لصاحبه عجبا ما رأيت مثل هذا إلا في ملك سليمان عليه السلام فقال صاحبه وما ملك سليمان بجانب ملك بالقيس فهذه الملكة وقومها يعبدون الشمس ويسجدون لها ثم ذهب به صاحبه إلى قصر بالقيس وأراه عرشها العظيم ثم قال له انظر إلى هذه اللؤلؤة الكبيرة هل عند سيدك سليمان مثلها فقال هدهد سليمان عليه السلام كيف وصلت إليها هذه اللؤلؤة فهذه لؤلؤة نبي الله سليمان التي خطفها عفريتكم من يد الجني الذي صادها والويل لكم من سليمان عليه السلام فقال له صاحبه إن بالقيس تملك الجن كما تملك الإنس وقد جاء بها عفريت من الجن إليها وأخشى على ملكك أن يغتر بقوته ويقدم على محاربتها فيذوق ذل الأسر والهوان على يد جنودها وبهذا فقد انتهت هذه الحلقة المميزة من قناة مرتقون ولنا لقاء آخر بإذن الله تعالى مع بقية هذه القصة الممتعة هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا تنسى عزيزي المشاهد الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في عرض المزيد من الفيديوهات إن شاء الله تعالى ترجمة نانسي قنقر